يبدو أن عهد البحبوحات والاهتمام الزائد بالنواب قد ولى ولن يعود في زمن التقشف حيث تقرر إلغاء العديد من المنح والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها على غرار منحة الإطعام والسكن ما نقولوش راح يتم إلغاء كل المنح ولكن كنت كان ضبط في ميزين يتسير وما يتمشى مع إمكانية الدولة خاصة الواحة ينعيشوا أزمة يعني حاليا نعيشوا أزمة أزمة خانقة وبالتالي حتى النايب يتكيف مع الوضع العام للخزينة العومية على الأقل للدولة الجزائرية أنا منظر نايب عنده منحة سكن ثم في إطار عام الليجان يخصوا له منحة خاصة للسكن والأكل هذا شيء مخالف على الأقل حتى الواقع المعجل ينعيشوه غير مقبوح نحن عندنا أخلاقيا مرفوضة النواب كانت لهم أراؤهم مختلفة بين مرحب بالقرار ورافض له أعلم كل حال هذا مشروع يعني اللجنة لكوميسونة فينس ما زال ما نقشتش وما صوتتش على هذا المشروع أحلام الكثير من ممثل الشعب تبخرت فقبل سنة من اليوم رفع نواب الشعب عرضة إلى الوزير الأول يطالبونه فيها بالرفع من أجورهم ومن منحة السكن والناقل وها هم اليوم يفقدون حتى تلك المكتسبات التي كان يحصل عليها سابقوهم